لمحة عني أكيد أغلبكم أغلبكم يعرفني أتوقع أنا أخصائي تقويم أسنان متخرج من جامعة حلب من سوريا عايش حالياً بكندا عم أعمل البورد الكندي وبروح طبيب زائر على عيادات درمازوم بالإمارات بدبي والشارقة والعين أسست من شيء حوالي ثلاث سنوات تقريباً أيدنت الأكاديمي عندي فيها كورسات وعندي شوية كورسات كمان بيودمي أكاديمية يودمي العالمية اشتغل طبعاً قبل بالسعودية مشان يكفي عندي زملاء كتير من السعودية وأتوقع في بعضهم عم يحضرني هلأ طبعاً الدورات اللي عملتها لحتى أقدر أطور من حالي هنن طبعاً دورات العلاقة بالتقويم بالتقويم الشفاف تقويم ذاتي الربطة اللي هو تقويم الدايمون وتقويم الـ عملت دورات بالتصوير الفوتوغرافي مشان أدعم المحتوى اللي بقدمه على صفحات السوشال ميديا وطبعاً موضوع الإلقاء والتسويق وهالأمور هاي كمان مشان أقدر أنا أدعم المحتوى اللي بقدمه على السوشال ميديا وأتوقع حضروا معي محاضرات الإنستجرام للأطباء الأولى والتانية أتوقع أنه استفادوا أكيد من المحاضرات اللي قدمتها وأكيد المحاضرات صارت موجودة على إيون ألاينر أكاديمي وعلى اليوتيوب تانيل للإيون ألاينر كمان وإن شاء الله أنا كمان رح كل فترة شارك الروابط للمحاضرات الماضية على السوشال ميديا عني كمان رح نبدأ طبعاً المحاضرة بشكل عام رح أعطيكم أول شيء ملخص رح نحكي كمقدمة عن التقويم الشفاف بشكل عام بعدين حنحكي عن الأمور اللي لازم يتمتع فيها طبيب الأسنان لحتى يقدر يقدم التقويم الأسنان الشفاف بعيادته ورح أحكي لكم عن رحلة المريض بالعيادة من أول ما بيدخل العيادة اللي حتى تبلشوا معه بالتقويم الأسنان اللي هي أهم شيء بتقويم الأسنان بشكل عام والتقويم الشفاف أو أي إجراء علاجي أتوقع هاي المحاضرة تكون مفيدة لكم مو بس بموضوع التقويم الشفاف هتكون مفيدة لكم كمان إن شاء الله بأكتر من مجال يعني بشكل عام هتفيدكن بشكل عام بالعيادة وآخر شيء رح أحكي عن بعض الأمور اللي ممكن تقول الإدارة المادية لموضوع التقويم الشفاف بشكل مختصر بالنسبة للأسئلة والأجوب بهذه المحاضرة هتكون بنهاية المحاضرة فيكن تحطوها بالQA session خلال المحاضرة ما في مشكلة ممكن تكتبوا السؤال بالQA session ونحن بالأخير إن شاء الله هنطلع على الأسئلة ونجوابكن عليها رح أترك مجال منيح للأسئلة بنهاية المحاضرة لأن هذه المحاضرة هتكون معتمدة أكثر على تفاعلكم كمان فرح أحكي أول شيء عن موضوع التقويم الشفاف لحتى نعرف ونستوعب بالضبط التقويم الشفاف شو عامل بعالم طب الأسنان بهي الأيام خاصة كلنا منعرف إنه التقويم الشفاف بشكل عام ما عاد مثل ما بيقولوا حكر على تخصص معين يعني ما بس أطباء تقويم الأسنان هن اللي عم يشتغلوا تقويم شفاف خلينا نكون صريحين إنه حتى أطباء الأسنان العامين اللي عم يشتغلوا تقويم شفاف عم ينجحوا بهذا الموضوع وهذا الموضوع بصراحة حتى تكونوا بالصورة مو موضوع على الشرق الأوسط فقط إنه والله بتقولوا إنه والله نحن عنا بالشرق الأوسط الأطباء بيضلوا بيشتغلوا بغير اختصاصاتهم ويحبوا يشتغلوا كل شيء لا هذا الحكي مو صحيح أنا لما هون جيت على كندا وهلأ بلشت بالعملي وطبعا في عندي أصدقاء فاتحين عيادات بكندا وبأمريكا بأمريكا الشمالية بشكل عام مو شرط الطبيب يكون أخصائي بأي اختصاص لحتى يشتغل باختصاص معين بهمهم إنه يكون طبعا بعض الاختصاصات بتتطلب بيكون في مثل مثلا الزراعة لازم يكون في عدد زرعات معينة أو شيء مثلا بالتقويم بكفي تكون عامل كورس معتمد من أحد الشركات لحتى تقدير تعمل تقويم الشفاف فمو شرط تكون أخصائي بكندا لحتى تشتغل باختصاص معين وهذا الشي اللي عم يصير بصراحة بالذات مع التقويم الشفاف بالميدل است هلأ باقي الاختصاصات ممكن شوي صعب عم يكون مو كموضوع إنه محتاج تخصص أو لا كموضوع إنه الصعوبة بينما التقويم الشفاف إذا أنت قررت تبدأ فيه ممكن تبدأ فيه بحالات بسيطة بعيادتك وشوي شوي مع الخبرة تقدر تعالج حالات أصعب فعم يشوف هون هذا السلايد معتمد طبعا على دراسات في دراستين جبتلكون إياها الدراسة الأولى عم تقول إنه بعام 2021 سوق طب الأسنان عمل 30 بليون دولار تمام كمتل ما بيقولوا كبزنس من هذا البزنس كان 2.8 بليون دولار للتقويم الشفاف صراحة نسبة لا تشوفوا الرقم الصغير بس نسبة لبأسة بها إذا نحنا بس عددنا عدد الاختصاصات والإجراءات العلاجية نحنا اللي منعملها بعياداتنا وقسم تقويم الشفاف اللي هو يعتبر يعني نظريا قسم صغير لكن آخة شير كتير كبير من الماركت اللي هو 2.8 بليون يعني إذا نحنا شفنا هتكون تقريبا 10% تقريبا صحيح 10% قريب من 10% بس المتوقع حسب الـ growth اللي عم يصير من وقت ما طلع التقويم الشفاف خلال 10 سنوات حيكون 30 بليون دولار بس هلا بصراحة أنا حتى أكون صريح بالموضوع إذا نحنا بدنا نطلع على الموضوع بالعشر سنوات الماضية ونقارنها بالعشر سنوات المستقبلية أتوقع أنه الموضوع ما حيكون دقيق بـ 30 بليون أنا أتوقع أنه يكون أكبر لسبب أنه التطور اللي صار آخر سنتين أو ثلاثة بالتقويم الشفاف كان يعادل العشرين سنة الماضية كلها من وقت ما طلع شيء اسمه تقويم شفاف لهلا لسبب تطور الذكاء الاصطناعي لأنه هلا تقنية التقويم الشفاف كلها تعتمد على الذكاء الاصطناعي يتوقع هي من أوائل تقويم الشفاف هي من أوائل الأمور بطب الأسنان اللي دخلت فيها الذكاء الاصطناعي ما عم أحكي عن تقويم الشفاف لحاله ممكن نحن نحقون من بداية موضوع الـ 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 هو اللي زاد الموضوع أسهل يعني أنا بزمناتي بصراحة كنت أكره التقويم الشفاف بسبب تعقيد طبعة الـ اللي كنت أخذ لجلسة ساعة كاملة للمريض وظل حاطت إيدي على قلبي لحتى أخذ خبر من شركة التقويم الشفاف أنه الطبعة أوكي وأتوقع كتيرين منكم اللي لسه عم يستخدم الطبعات اللي الـ لحد الآن عم يعاني من هذا الموضوع أكيد كل اللي عم يشوفوني هلأ اللي ما عنده سكانر عم يفكر أنه جيب سكانر وأتوقع بـ في عندهم البلان وأصلاً أتوقع أنهم ببلشوا فيها ضمن خطط معينة وأمور معينة وأغلب شركات التقويم الشفاف عم تعمل هذا الشيء فالتطور حيكون كبير يعني كبير يعني أتوقع حتى أكتر من هيك يعني اللي لسه ما بلش في الموضوع أنصح هو بقوة وخاصة خصائين تقويم الأسنان اللي نحن نعتبر من أواخر الناس اللي بلشت بموضوع التقويم الشفاف لأنه نحن قادرين نقدم علاجات تانية بس لكن أتوقع أنه الموضوع لازم الكل يبلش فيه على هاي دراسة تانية كمان قريبة منها عم تشوفوا تقريباً 4.9 طبعاً بليون دولار طبعاً بليون دولار وحاطين خلال 9 سنوات شايفين أنه الموضوع يوصل لل قلت لكم 30 بليون يعتبر رقم ما له كبير بس فيه دراسة تانية قالوا أنه الرقم شايفين كيف أكبر من الدراسة الأولى فأتوقع هذا الشيء منطقي أنه يكون الرقم كبير هلأ كمقدمة فيه أمور معينة أنت قبل ما تفكر أنك تقول للمرضى أنه تعالوا يا شباب أنا بلشت تقويم شفاف بعياتي قبل ما أنت تبدأ بهذا الموضوع يعني قبل ما نحكي عن رحلة مريضك قبل ما يدخل مريضك على العيادة أنت لازم تكون جاهز صراحة لازم تكون جاهز وكتير يعني تكون على الأقل إذا بدك تعالج حتى لو ميلد كراودينج على تمام ما تدخل تقول يلا خليني جرب نصيحة تمام لأني اللي عملوا هيك كتيرين وأنا بعرفهم في كتيرين من أصدقائي عملوا هيك وجربوا وما كملوا بالتقويم الشفاف لأني فشلوا لما أنت بتفشل بأول حالة تحطت الحق على حالك أنت كطبيب ما أخذت الإدوكيشن اللازمة هتقول والله التقويم الشفاف كتقنية تقنية فاشلة لا يمكن الاعتماد عليها بالتقويم خليني على التقويم العادي خاصة إذا كنت خصائي تقويم وإذا كنت طبيب أسنان لسه ما عندك أصلا معلومات بالتقويم أوكي وبدك تبدأ تعمل تقويم ما رح تعرف أصلا ليش ما زبطت الحالة فمن الضروري جدا موضوع كما تشوفوا هون الإدوكيشن وطبعا شركة أيون أللينر بالسنتين الماضين بصراحة عملت شغل جبار جدا بما يتعلق بالأكاديمي اللي عندها بصراحة أنا شفت كتير من الفيديوهات اللي موجودة معمولة بطريقة جدا بروفيشنال وكتير مختصرة وما بتملل يعني ما بتعرض هيك على الفيديو هيك ساعة أو ساعتين لحتى يخلص لأ بتاخد المختصر المفيد بتفتح لك المجال لحتى أنت تبدأ تبحث وتقرأ أكثر بس بتعطيك الفكرة الأساسية تمام وبتقدر شوي شوي تبلش هذا عم نحكي نحن عن الأكاديمي اللي أي حدا بيقدر يعمل عليها أكسس ويشوفها بالوقت اللي يبدو طبعا عندهم مالة مدفوعة أصلا مجانية وأكيد بتعرفوا أنه إيون أللينر ما عم يمره أسبوع أو أسبوعين إلا عم يكون في عندهم كورس سواء كان أو مثلا على التقويم الشفاف وبصراحة ما شاء الله عندهم رائعين بهذه الأمور فضروري جدا يعني موضوع أنه عرفته كيف ما عد حجة أنه أنا والله مالي فاضي ما عندي وقت ما بدي خليني أتعلم يعني خلص أنا لحالي بتعلم مثل ما تعلمت مثلا اشتغل بالكمبوزيت الفلاني ولا لا الموضوع ما له هيك لأنه هذا تقويم أسلام حتى لو كان تقويم شفاف حتى لو كان عم يشتغلو لك ثلاثة أربعة الشغل بما يتعلق بخطة العلاج وهالأمور هاي بس بيضل تقويم أسنان تقويم الأسنان لازم تكون على الأقل فهم البايزيكس تبعيت التوث موفمينت كيف أنت التوث بالثري دي دايمنشن كيف عم يتحرك وإذا تضغطه من هون كيف حيتحرك بالطرف التاني وشو هي الاكشن والرياكشن وهالأمور هاي كلها بصراحة لقيتها موجودة بالأكاديمي أنا وبطريقة مشروحها بشكل كتير حلو مثلا مثل ما موضوع إذا عم تعمل أو بتعمل على شو بصير بالباستيريور تيث تكون عندك مريض ما عنده مشكلة يجيك بعد أسبوعين عنده ما بتعرف شو السبب بس لو أنت آخذ الكورس أو أريان هتعرف ليش صار معاك هي فلازم تكون بتعرف طولت شوي بهذا العنوان لكن هاي كتير شغلة مهمة لأن هي عبارة بصراحة من أهم من أهم الحواجز اللي ممكن يوقف لجاه أنك تمشي بموضوع التقويم الشفاف هلأ طبعا أكيد أنت لازم تكون كمان بالإدوكيشن أنك تعرف كيف تفحص المريض وتعرف كيف تنتقي مريضك يعني أنا يا جماعة يلا صار في عندي تقويم شفاف بالعيادة هل هذا يعني أني أنا أي مريض بتخل عندي بده تقويم قال له تعال أنا بيشتغلك أخذ له إياسات وإشلفهم لعند الشركة وقال لهم يلا أنتو حلوا لي الموضوع لتقولي التقويم بيشتغل هذا الشي طبعا غير صحيح وغير منطقي مهما كان عندك خبرة يفضل تبدأ بحالات بسيطة وتعرف أنت بالضبط بين حدودك كنت قادر على ياجل حالة عالجها لأ بكل بساطة حولها إذا كنت مالك أخصائي حولها لأخصائي وإذا كنت أخصائي أنا شخصيا حالات التقويم الشفاف من ثلاث سنوات كنت أشتغلها كان جدا قليلة بما يتعلق مقارنة مع التقويم العادي بينما حاليا تقريبا نص المرضى اللي عم يجون يعمل يشتغلهم تقويم شفاف لأنه صار عندي الثقة والخبرة والتول الأدوات يعني بالسنوات الأخيرة طور كتير من موضوع المنصة اللي عنده بالستاب بالماتيريال بالمواد بمادة الصفيحة بحد ذاتها بخطة العلاج أني أنا أدخل الأدوات اللي بديها حتى أقدر سيطر على حركات أكثر فشايفين في كذا عامل أنت نفسك شو عم تتعلم شو الأدوات اللي عم تستخدمها وشو عندك خبرة فمن المهم جدا تعرف إم تتحول مريضك إما لأخصائي تقويم أو أنت كأخصائي تقويم إم تتحوله إنك تعمل له fixed braces لأنه أحسن ما تضطر تتحوله بعدين يعني أثناء العلاج لأنه ممكن تصير فمثل ما قالت لكم شايفين تقويم الشفاف هو واحد من الأدوات وليست الأدات الوحيدة أنت مريضك ممكن يعمل تقويم شفاف ممكن أصلا ما يحتاج تقويم وممكن تتحوله لأخصائي تقويم يعمله تقويم ثابت أو تتحوله لأخصائي تقويم أو حدا من زمالك تعرفه عنده خبرة أكبر منك بالتقويم الشفاف تمام لحتى يعالجه بالطريقة يعني إذا العحالة بتتعالج بالتقويم الشفاف تمام والمريض بده تقويم شفاف وإنت بتعرف أنه بتتعالج بس أنت ما عندك قدر أنك تعالجها ما في أي مشكلة أنك تخدم مريضك لأن المريض هدفه لما أجل عندك ما بده ياك أنت تعالجه وبده يتخدمه وتلاقي له حل لموضوعه فإذا ما عنده مشكلة أنك تحوله لزميل عنده خبرة بالتقويم الشفاف بيقدر يعالج هاي هذا النوع من الحالات عادي المهم أنه المريض بالنهاية انخدم فهي هي المقدمة هلأ اللي بدي أحكي عنه هو القسم الأكبر من هاي المحاضرة اللي هو رحلة المريض بالعيادة الموقت ما بدخل المريض اللي عندك من الباب لحتى تسلمه التقويم الشفاف تمام لأنه هلأ شفته أغلب الكورسات أو أغلب المحاضرات اللي عم نحضرها عم تكون عن خطوات عملية عامة لكن هلأ أنا بدي أحكي عن هاي الأمور من ناحية تسويقية إنه أنا كيف بدي أقنع مريضي بالتقويم الشفاف خلصنا من المقدمة أنا كدكتور محمد عندي المعلومات الكافية لهي الحالة اللي إيجتني إنه أنا عالجها المريض حالته أنا من ضمن الحالات اللي أنا حاطتها بخطتي إنه أنا عالجها بالتقويم الشفاف المريض قابل إنه هو يتناقش بما يتعلق بالتقويم الشفاف تمام وعندي أنا شفت أنه التقويم الشفاف يعتبر مثالي لمريض اتحققت هاي الشروط عندي كل المعلومات خلص أنا قررت أنه هذا المريض هيكون مريض تقويم شفاف فإجا المريض استقبلناه بالعيادة اللي هي جلسة الاستشارة هلأ حسب خبرتي أنا طبعاً السلايدات القادمة هي عبارة عن سلايدات مأخوذة من خبرتي أنا مع مرضى التقويم الشفاف أنا تقريباً من 2013 تقريباً أول مرة اشتغلت تقويم شفاف تقريباً أول مرحت على المملكة العربية السعودية وكانت مع إيون ألاينر تقريباً أول ما إجت إيون ألاينر على المملكة أنا كنت معهم بس أتوقع أني حتى بلشت حتى اقتنعت أني بلش بالحالات يعني كانت 2013 فما في شي ممكن يصير بالتقويم الشفاف من مشاكل وقصص وحالات يعني إلا تقريباً مرأة على راسي وطبعاً حضرت كتير محاضراته لأمور فحطيت لكم بشوية سلايدات الأمور اللي صارت معي ممكن إن شاء الله تكون مفيدة للبعض أو الأغلب اللي عم يشوفوني ومثل ما قلت لكم الأسئلة هاستقبلها بنهاية المحاضرة حتى أشوف أرأكم وهالأمور هاي لحتى نتناقش فيها هلأ الجلسة لما بيجي لي عندك مريض الاستشارة تمام تختلف جلسة الاستشارة الطبية عن جلسة شراء سلعة يعني أنت لما بتروح عند دكتور غير إذا بتروح أنت بدك تشتري بيت ما في شي اسمه أنه والله مريض أنا مرحبا كيفك دكتور أنا بدي تقويم شفاف إيه والله حقه 15 ألف مثلا أو 20 ألف مريض جايل عندك استشارة أنا دكتور عندي تراكب بالأسنان فأنت من واجبك كطبيب تعطيه الحلول الحلول شو هي هيك لازم تتكلم معه بهذه الطريقة يا صديقي أنت في عندك تراكب بالأسنان الحل الأمثل لحالتك هو تقويم الأسنان تمام تقويم الأسنان يعني أنه أنت بينك وبين حالك هذا المريض حابب تعمله تقويم شفاف لأن حالته بتخلص أسرع أسهل عليه تجميليا أفضل هلأموها لكن أنت في عندك حلول تانية مثلا حالتك ممكن حدا يقل لك أنه ممكن تتعالج بالعدسات فأنت بتقل له مثلا تقويم الأسنان فوائده كذا ومضاره كذا الحل الثاني مثلا أنك تعمل فينير الفوائده كذا مضاره كذا فوائده أنه والله بيخلص بسرعة مضاره أنه حتى حتخسر جزء من أسنانك حتبرد أسنانك يعني الفينير أصير ممكن تضطر بعد كم سنة تغيره في عندك الحل الثالث أنت حالتك كتقويم عمرك 25-30 سنة عندك تراكب الأسنان السفرية إذا ما عملت تقويم ما في مشكلة أسنانك هتضل مثل هيك ممكن تزيد أكثر ممكن شوي مثلا كمضار أنه بالمستقبل يصير في عندك التهاب لثي يكون معالجته صعبة بسبب تراكب الأسنان تنظيفها بيصير أصعب مع تقدم العمر ممكن يزيد التراكب بتشرح له كل الخيارات العلاجية بهي الطريقة بتزيد نسبة موثوقية المريض فيك أنت أنت بيصير في عندك مريضك وثق فيك أنه والله دكتور يعطاني كل الحلول يعني بمعنى آخر إذا رحن دكتور تاني وعطاه معلومة أنت ما عطيته ياها أو أنت مثلا خلينا نكون صريحين تعمدت تخفيها عنه مشان توجهه لمعلومة ثانية أو لطريقة علاج ثانية ممكن ترضيك إليك أكثر ماديا أو تكون أنت ممكن تعطيه خيار أنت ما يكون متوفر عندك أنا ممكن أعطي المريض خيار عدسات وأنا ما بشتغل عدسات أو فينيرز حوله عادي ما في أي مشكلة المريض جاي لعندك استشارة أنت كطبيب لازم تعطيه حلول كلها بغض النظر اشتغل عندك ولا لا هي المصداقية مع المريض حتخلي المريض عندك أكثر وصدقوني هذا الكلام من تجربة شخصية ما عم نظر ولا عم يقول لكم أنا ما اتطفش المرضى أنا بالعكس الحمد لله أنه أغلب المرضى اللي بيجوني أغلبهم بيشتغلوا عندي وفي كتير المرضى بقول لهم أنا ما فيه داعي تعملوا تقويم حرام تصرفوا فلوسكن على التقويم فحسب ما شفت أنا في عمنا ثلاث أنواع من المرضى اللي ما يتعلق بالتقويم الشفاف اللي هي المرضى اللي بيجي لعندك المرة الماضية لما نزلت على الإمارات إجلت لعندي مريضة قالت ليش تكتور شفتك أنا متابعة حسابك عم تحكي عن التقويم الشفاف وأنا صليم أجل التقويم عشر سنين ما بدي أعمل تقويم إلا لحتى يكون التقويم الشفاف دي عالش حالتي فبدي أتعالج تقويم شفاف خلاص هاي المريضة بس تقعد طبعا أنت بتشرح له فوائد ومضار التقويم وبتعمل معها الأجريمند وهالقصص هاي وبتسألها إذا بدي تعرف خيارات علاجية ممكن تشرح له خيارات علاجية تانية وخلصنا هلأ المريض اللي بديه تقويم بغض النظر عن النوع هذا اللي رح تشتغل معه شوي بما يتعلق بتعديد أنواع التقويم تقويم الشفاف مزاياه ومضاره تقويم العادي اللي هو مثلا متل بريسز اللي مع الإلاستيكس مضاره ومنافعه مثلا منافعه أنه أرخص أوفار مضاره ضرار التقويم تقريبا مشتركة كلتها مثل بعضها بس ممكن نقول مثلا ممكن ياخد مدة أطول ممكن تحتاج تجي زيارات أكثر للعيادة بما يتعلق بالإمرجنسي لما ينكسر التقويم عدد الفريكوينسي تبعا للزيارات كل شهر أو كلتها تسابيع حسب الوضع في مرضى معارضين لفكرة التقويم الشفاف لسبب بسيط أو ممكن يكون لسببين بصراحة بسيطات إما أنه شف له شي دكتور من هدول الدكاتر اللي بيحبوا ينشهره عم يحكي سلبا على موضوع التقويم الشفاف وصلنا نشوف كتير بصراحة من هاي القصص الدكتور اللي بيقل لك مثلا الاندو مثلا مضرة ويطلعوا لك أطباء بيقولوا عن حالة أطباء ما عم نحكي عن أطباء الأسنان فيه تعرفوا أنتو اليوتيوب شانال اكتار فممكن يسمع له هاي القصة من شي دكتور مشهور على اليوتيوب يقولون تقويم الشفاف ممنح وكذب ومبعرف كيف وتجارة وممكن يكون ابن عمه مثلا لأخونا راح عن دكتور من هدول الدكاترة اللي حكينا عليهم بأول المحاضرة اللي والله جاي على باله يجرب المخبر تبعه تبع الحارة قال له والله نحنا فيه جبنا جهاز فاكيوم وجبنا عدة التقويم الشفاف وجبنا السوفتوير صار عنا تقويم الشفاف شو راك تجرب معنا هو بحياته ما له سامع بالتقويم فللأسف ابن عمه لهذا الشاب راح لعند هذا الدكتور وعمل له تقويم وسنة سنة ونصف وما تحرك ولا سن وظل خاصة حالات الكراودين عم احكي عن تجربة شخصية هاي القصص إجت لعندي على العيادة أنا والحلو إنه هيك مريض مرة أجل عندي بعد سنة ونصف معاناة من التقويم الشفاف وجاي لعندي قالتلي إنه أنا أبداً ما عم فكر بالتقويم الشفاف هاي المريضة نفسها أنا علشتها بالتقويم الشفاف تمام علشتها بالتقلر حالجك والتقويم الشفاف وخلصنا الحالة بأربع خمس شهور فشايفين شو بيصير نفس المريض نفس القالب شفاف بينحط نفسه بغيره المريض ما بتفرق معه والله أنت عم تستخدم مادة جاية من البرازيل ولا مادة جاية من ألمانيا ما بيهمه ما بيعرف حتى لو قلت له ممكن ما يصدق هو بده يتعالج بالنهاية قلت لكم جايل عندكم استشارة واثق فيكم بده حل والله تجيب له مثل ما بيقولوا BMW ألاينرز ولا تجيب له أي ألاينر ولا هو بيهمه يتعالج أنت اللي أنت اللي بدك تقدم العلاج ما تتخبى ولا تمام العلاج فكل مريض لازم تتعامل معه بطريقة مختلفة تمام كل مريض المريض المعارض لفكرة التقويم الشفاف اتوقع هو أصعب المرضى اللي ممكن تشتغله أنت بالتقويم الشفاف لكن ممكن تتبع معه الخطوات اللي الذلك عليها أنا ممكن تقنعه يثق فيك يشيل مخاوفه على طرف بسبب ثقته فيك ويغير رأيه بكل بساطة وممكن تصير تلك هذا المثال صار معي أنا مريضة مجربة تقويم الشفاف ومعانية فيه تمام ودافع عليه كتير ويمكن دفعت عندي أكتر بس بالأخير استفادت وغيرت نظرة للموضوع وعفكرة من شيء أسبوعين ثلاثة كمان ابن أجا عمل تقويم شفاف عندي بعد ما نجحت الحالة طبعا إذا نحكي نحن بشكل عام عن موضوع القياسات صور الأشعة الصور الضوئية الأفضل طبعا على الإطراق هو الإسكانر كتجربة شخصية فرقة ماي كتير بما يتعلق بالوقت يعني أنا بعمل الإسكانر ببعثه للشركة تاني يوم يومين أو ثلاثة إذا كانت الحالة بسيطة خلال 24 ساعة وميصلني إذا الحالة شوي يعني ممكن تاخد أسبوع ممكن آمل استشارة بتعرفوا بمرحلة ومرحلة ممكن تعملوا استشارة ألا بحكيكم عن الموضوع فبتاخد أكثر بتاخد أكثر على العلاج على الوقت لحتى تخلص صور الأشعة كتير ضرورية بالموقع صار كله أوبشنل يعني أنتو أي صورة موجودة بالموقع لأن الموقع الشركة هي عبارة عن تول أنت الدكتور أنت اللي بتقرر فما عادوا يجيب لدكتور نوالله لازم تعطيني هاي الصورة إذا ما عطيتنيها ما رح أقبل للإياسات لا هننا عطيناك الحرية وإنت المسؤول الأول والأخير يعني ما بتجي بالأخير إذا أنت ما عطيتهم لا أشعة ولا شي عرفتوا كيف أحيانا بطلبوا منك ويقول لك لازم أنا بدي مثلا بدي أدرس الحالة حتى أقدر أعطيك كاملة بتقول له أنا والله ما أخدت وما رح أبعتلكون إياها بتكون أنت المسؤول عن هذا القرار موهن حتى لو عملوا لك هننا عبارة عن موقع عم يعمل لك فأنت شو بتطلب منهم بدون يعملوا لك تمام فهننا حيعملوا لك بالمعطيات اللي أعطيتهم إياها حيعملوا لك وحتعملوا على مسؤوليتك ممكن ببعض الأحيان يرفضوا أنه يعملوا لك يكون حق معهم بصراحة وطبعا الصور الضوئية بتقويم الأسنان تعتبر أنا بالنسبة لي مو بالنسبة لي بس إذا أنتوا بتقروا بأي مرجع لتقويم الأسنان الصور الضوئية أهميتها بأهمية الأشعة يعني هي إياس من الإياسات إذا لم أريد سألكم دكتور تصوير وما تصوير بتكون تنزلوا لا أكيد نحن دائما تعرفوا نحن بنا ننزل صور البايشن على العيادة لازم يكون موقع على أنه نحن بنا نعمل لك نستخدم صورك مثلا بالإدوكيشن أنا دائما الأجريمنت عندي أنه أنا المريض موافع على استخدام صوره بالإدوكيشن موافع على استخدام صور أسنانه على الإنستجرام إذا بدي نزل مثلا صور الوجه مشان تكونوا بالصور حتى تعرفوا يعني ممكن أعطيكم فكرة عن هالموضوع نزل صور الوجه للمريض على السوشيال ميديا تاخد مثلا ممكن مختلف عن الكونسينت فورم العادي عشان يكون مريض على ديراية ويعرف شاف وشه على السوشيال ميديا يقول الدكتور سألني أو على الأقل أنا مواقعي يعني ما بيقدر يعمل مشكلة فمثل ما قلت لكم موضوع قدر الإمكان اللي لسه عم يستخدم البي في اس يحاول قدر الإمكان يعمل شفت على الصور المطلوبة هي الصور المعروفة بتوقع خلاص ما شاء الله طباء الأسنان يعني ممكن إذا حكيت هالحكي من أربع خمس سنوات هتكون هالصور شوي صعبة أو مالة كتير مألوفة بس ما شاء الله بآخر ثلاث سنوات أربع سنوات ما نظر فيه طبيب أسنان إلا صار فيه عنده سكيل رائعة بالتصوير بسبب تعرفوا السوشيال ميديا وهالأمور تطلب هالأمور بس لكن هاي الصور هي ضرورية جدا عندكم والإنترا أورو الفوتوز والإكسترا أورو الفوتو بين طلب سمايل والبروفايل وهالأصص باخد فيه الميدل لين شفت الأبر بالذات بقدر بعرف بالضبط إنه الحالة هتعطيني أوتكم بيرفكت ولا لأ بقل له للمريض أنا شو عندي هدول هنن الصور الأشعة بالنسبة لأطباء الأسنان اللي عم يتابعوني اللي حابين يعرفوا الصور الأشعة المطلوبة بتقويم الأسنان هي هاي تمام هي اللاتيرال سيفالومتريك والبانوراميك سيفالومتريك طبعا هاي الصور أنا أخدت من الشباب بإيون ألاينر حقيننا حالة نادرة اللي هنا فيه عندنا هون ثيرد وفورث مولر فيه عندنا هون سوبرنموري تيث فشايفين عندنا هون ما شاء الله البيشن عنده بكل طرف فيه عنده سنين عقل ما شاء الله مريض واعي جدا سبحان الله حالة نادرة بالصدفة طلعت طبعا أتوقع هدول مريضين مختلفين بس يعني شايفين هاي إضافة للمحاضرة وطبعا فيه عندنا السوري تبع هلا مثل ما قلت لكم أنا حشرح تلكم عنهم شايفين كتذكرة هاي الأنواع المرضى فالمريض اللي بيطلب التقييم الشفاف هو المريض بيكون بحثه وعرف أكثر عن الموضوع ممكن يكون متابعك غالبا ها طبعا المريض خلال عشر دقيقة تخلص استشارته بيبلش المريض اللي بيغض النظر هون بقى بدك تكون انت عارف عن التقييم الشفاف وتعارف كيف تقنعه بشطارتك هلا رح نحكي عن هالموضوع هذا بديد فيه أنا بموضوع لازم تكون بموضوع التقييم الشفاف شتكون على ثقة انت لما بدك تقنع حدا بعلاج لازم تكون انت مقتنع فيه يعني بمعنى آخر اذا انت حتش تقويم بتحط تقويم شفاف لحالك انت نفسك لو كنت انت المريض مثلا اخوك او ابنك او حدا بيهمك بتحط له تقويم شفاف ولا بس لأني مريض جاي لعندك العيادة هدف انك تشغل العيادة تبعيتك لا بدك تكون مقتنع تماما بالتقويم الشفاف كتقنية وبالشركة اللي عم تتعامل معك كتقنية تمام تكون واثق بالطول اللي معك واخر شي طبعا عندك اللي تلك المريض التالي اللي هو المعارض لفكرة التقويم الشفاف مثل ما تلك لازم تعرفوا السبب هون لازم يعني تكون عندك لسه خبرة اكبر عرفتوا كيف لانه بيخوف هذا المريض يعني اي مشكلة بتصير حتى لو كانت صغيرة هيرجع يتذكر المعاناة الماضية ويطلع لك بقصص فهذا المريض تده تكون حذر معه بشرح بشرح المخاطر الكونسنت فورم اللي هتوقع عليه هيكون مليء بكل الأمور اللي انت حكيتها وبتمسك الكونسنت فورم وبتقراله يا بند بند لحتى يعرف بالضبط شو ممكن يصير معه ممكن حتى تفهمه انه ممكن يصير معك نفس المرة الماضية عادي فيه احتمال كبير انه يصير معك نفس المرة الماضية لانا ما كنت معك المرة الماضية وممكن يكون المشكلة بأسنانه هذا احتمال وارد وبتحطه وبتقوله يا اذا اقتنى بتبدأ معه اذا لا خلاص الموضوع بسيط ما بتشتغل هلأ لما بتعرض انت لتلك التقويم الشفاف على المريض لازم تكون قادر على تكون وافقة على قدرة التقويم على علاج هاي الحالة اللي قدامك الأثناء الشرح ما بتقعد بسيك بتحكي وتفتح حليث مع المريض لازم يكون في بيدك شيء وطبعا اينو ألاينر في عندهم شيء اسمه اينو كلينيك ماركتين كت اتوقع كتيرين من اللي بتعاملوا مع اينو ألاينر عندهم يا صراحة هو كت كتير حلو بتألف من عدة أمور أمور إلك وأمور للعيادة البروشورز كتير مهم بالانترنال ماركتينج مريض قعد بغرفة الانتظار مثلا إذا ما معوهم موبايل أكيد يعني أغلبكم ماسيين موبايل بس في منهم مثلا بدهم يقروا بيشوفوا بروشور بيفتحوا بياخدوا شوية معلومات عن الموضوع ممكن أنت بعد ما تشرح للمريض عن التقويم الشفاف ومشتغل معك من أول الزيارة تقول له تفضل هذا البروشور أنا شرحت لك بس لكن هذا فيه معلومات موسعة أكثر إذا حبيت تبحث فيه المصطلحات فيه الأسماء العلمية إذا بدك تبحث أكتر بجوجل أو شي فيه ناس بتحب جوجل عادي بيحطوا كلمة بيلاقوا مثلا فيه ناس بتحب تبحث بالارتكل ممكن يجيك مثلا بالمجال الطبي يعرف أكثر فالبروشور بيفيده البروشور مصمم بطريقة أنه مهما كانت الثقافة تبعية المريض تفيده سواء كان أو مثلا مريض عادي أو مريض حتى ممكن يكون صغير ممكن يقرأ يفهم أكثر فلازم دائما تكون طبعا جاهز للأسئلة بنرجع لموضوع شايفين كل النقاط اللي عم أحكي فيها بالمحاضرة عم ترجعنا للإدوكيشن قوي نفسك كتير بالقراءة بقراءة عن التقويم الشفاف بالارتكل اللي موجود بصراحة الارتكل رائعة الموجودة ممكن تبحثوا عن الالين بالجوجل سكولر فيه مليان بصراحة الارتكل وكل الارتكل حاول قدر الإمكان بعيد عن المصطلحات العلمية يعني أنت أثناء كلامك مع المريض أنا انتبهت بصراحة كتير على هذا الموضوع حتى بالفيديوهات بعد الزملاء على السوشال ميديا أنه لحتى نطلع نحن أطباء وفاهمين يعني لازم نحكي المصطلحات مثلا أنه والله بطريقة غير مفهومة لا أنت مطلوب منك واجب عليك أنك تحكي بلغة مبسطة تمام ليمن أتوقع ليمن بيقلولها بالإنجليش فهي اللغة المبسطة بتخلي المريض طالع من عندك ما عنده ولا سؤال بي بالو يعني ما يقول والله الدكتور قال لي مثلا endodontic treatment شو هي endodontic treatment والله الدكتور فهمان يعني مقال لي بصراحات صعبة يعني أنت مابسي تقول له endodontic treatment وتسقط تقول له هي علاج جذور الأسنان هي سحب العصب مثل ما بتقول له هي نحن منشيل العصب والأوعية الدموية من جذور الأسنان مثلا تمام فبعدوا عن المصطلحات المعقدة أنه والله نحن عنا e-on aligner هي عبارة عن تكنولوجيا بتعتمد على AI منحرك الأسنان بالthree dimension عرفت مابسي نحن ناخد المريض بهي المصطلح بقصص كأني قدامكم ولد صغير يعني لازم اللغة التي تحكو فيها كأنكم عم تشرحوا لطفل صغير قدامكم لحتى تعطوه كل المعلومات من حق المريض يفهم مية بالمية عن التكنولوجيا اللي أنتوا عم تشتوروا له فيها هلأ موضوع هل نبدأ من موضوع أنه والله مريضك بيحتاج تقويم ولا ما بيحتاج تقويم حد ذاته كتير مهم لكلكم الموضوع بالبداية أنه أنت لازم تعطيه كل الخيارات حتى لو كنت أخصائي تقويم أخصائي التقويم هو كان طبيب أسنان بالأصل ولازم يكون مطلع على كل الخيارات العلاجية سواء بتقويم أو غيره يجعل عندك مريض تمام أنا بيجيني مرضى أحيانا بيجيني أسئلة على السوشال ميدي أنا دكتور تقويم وقناتي عم تحكي عن التقويم ويكون حاطة حالة عم أشرح عنها بيجيني تعليق بكل بساطة دكتور حالتي نفس هي الحالة في طريقة غير التقويم طبعا سؤال شوي يعني أنه مزعج بصراحة خاصة تقويم تسألني وأنا عم أعود عن حالة تتعالج بالتقويم بس أنا من واجبي كطبيب طبعا إزهد السؤال إجاني بالعيادة قل له إيه صح حالتك في إيه لها خيارات بديلة أنت ممكن تروح تعمل تركيبات وإذا المريض أصر على هذا الخيار ممكن أنت تعالجه ما بتكون غلطة ما بتكون غلطان يعني مثلا قانونيا تمام بس ممكن تدخلهم بقى بموضوع اسمه إثيكس مثل ما بيقولوا أو إلافية من إلا نحن عرفتوا كيف بتصير بدك تعمل كذا مثل ما بيقولوا إثيكس يعني أنه أنت بدك تقعد تحكم على الحالة يا ترى هي الحالة بعالجة ولا ما بعالجة بتصير الموضوع العلاء شوي بالأخلاقيات المهنة أكثر وما بيكون فيها أساس قانونية فلازم تعطيك كل الخيارات ممكن تقوله لا في عندك خيار ثاني أنك ما تعالج حالتك صار لك عمرك ثلاثين سنة وعندك تراكب بالأسنان وما صار في عندك مشاكل صحية عادي ما تعالج أسناني فلازم تكون كتير صادق معه بهاي الخيارات ولازم تكون على دراية جيدة بالخيارات العلاجية ما تقعد بس تقوله والله في خيارات تانية وتقعد التأتئ وما تعرف شو هي الخيارات فإذا أردت النجاح هي نصيحة كمان مني أنا فكر فقط بالنتائج ولا تفكر أبدا بالربح المادي يعني أنت لما عم تشرح الخيارات للعلاج ما تقعد تقوله والله بينك وبين حالك هذا العلاج والله هيكلفني كذا وحأخذ منه كذا حيربحني كذا لا لا أنت النتيجة الجميلة لك حتى لو شوف لما بتعمل حالة حلوة وبيبسط فيها المريض صدقا حتى لو ما ربحت منها ماديا شي حتجيب لك أرباح ممتازة من مرضى تانين حتعمل الأهم شيء عن طبيب الأسنان هو السمعة يعني أنت بناء سمعتك حتى لو كلفتك من جيبك عرفته كيف يعني أنت بدلا ما تروح وتحط مثلا على sponsor ad 2000 دولار بالشهر تمام ممكن تستخدم نصة 2000 دولار مثلا 1000 دولار ممكن بخصومات معينة مو بخصومات معينة شون بدي أقلكن أنا مال كتير مع الخصومات بطرح خيارات علاجية مثلا مفيدة للمريض بس لكن ما لا مربحة كتير إليك بتنقص من أرباحك أنا مثلا لحتى قدرت بلش زيد حالات التقويم الشفاف عندي نوعا ما أنا حالات التقويم العادي شوي أسعارها منيحة يعني فقررت إني أعمل تقويم الشفاف تقريبا بسعر التقويم العادي أو زيادة شي بسيطة طبعا فرقت معي كتير تعرفوا أنتوا يعني أنه كلا تكون أطباء معي تعرفوا تكلفة التقويم العادي أقل بكتير من تكلفة التقويم الشفاف أقل بكتير بكتير حتى لو بديستخدم ديمون بريسز أو مثلا أمريكان أورثو اللي هنا كلفتهم تقريبا إذا ما كانت ربع ممكن تكون الثلث من التقويم الشفاف وأنا عم أحسب بنفس السعر فنقص كتير من ربحي أنا خسرت بهاي الحالة بس أنا ربحت أني أنا المريض عطيته خدمة أفضل عملت سماعة أفضل لحالي مع الوقت حيزيدوا هدول المرضى تعفوا أنتو التقويم الشفاف chair time أقل عدد زياراته أقل للعيادة والأخي طلعت ربحان أنا في كتير أمور تانية بدنا نحسبها هلأ ممكن نحكي عنها هون بقى ندخل بموضوع تانية تقويم شفاف ولا تقويم تقليد هون بدخل كمان موضوع الدراية بالموضوع ما بصير أنت تقول والله أنا بدي شغل التقويم الشفاف بالعيادة فالتقويم الشفاف أنت خلص قررت بينك وبين حالك هو أحسن من العادي لا هذا الحكي أبدا غير صحيح ما بصير تقول والله خلص أنا هذا تقويم الشفاف new technology يجري عندك مندوب من شركة معينة تمام في بعض الشركات ممكن تعمل هي قل لك هذا آخر صيحات التقويم ما في أحسن منه وأفضل بكتير من التقويم العادي والتقويم العادي سيء وعم يخرب سنان من المرضى هذا التقويم الشفاف أفضل أنت أخذت كلام المندوب هذا المندوب ممكن يكون طبيب مثلك بس هو عنده target تمام خذت بكلامه خذت هيك من كلام هذا المندوب اعتمد على كلام المندوب هو المرجع تبعك هو المجلة العلمية تبعك ونقلته للمريض مابسي تعمل هي لازم تكون أنت عارف عندك أدلة علمية تمام موثقة تكون متأكد من كلامك أنه هاي الحالة علاجة بالتقويم أفضل غير هيك مابسي تقول هيك للمريض وطبعا نحن نشوف هلأ مع بعض فالتقويم الشفاف مثل ما قلت لكم ممكن فعلا يكون أسرع بس مو بكل الحالات في بعض الحالات ممكن منحظك أن الحالات تجيك للعيادة كون مثلا فعلا هي من الحالات اللي وحسب خبطي حالات تراكب الأسنان السفلية فعلا أسرع يعني بشكل بصراحة كتير حلو بعض الأحيان بتوفر لك نصف الوقت بعض الأحيان 30% من الوقت ممكن يكون بنفس الوقت بس أريح للمريض تمام في أمور في بعض الأرتيكليز جبت لكم إياها هالأشي اللي ما في عليه جداد هو الراحة والشكل التجميلي بصراحة الراحة والشكل التجميلي وطبعا المواعيد الأقل وعدد وقت الزيارة بحد ذاتها الأقل يعني أغلب الزيارات بيت تقويم الشفافية مرحبا كيفك شو أخبارك بتشوف انطباق آخر اللاينر بتسأله قديش صار له اللاينر بالتم صار له مثلا عشر تيام بتشوف الانطباق بعد عشر تيام مية بالمية فت ما في أي آآ 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 تعطيء الألينر اللي بعده ممكن أنت تركب له يا بإيدك بتشوف الفتنج بتشوف إذا فيه التاتشمنت جديدة أو فيه مثلا الالاستيك بخطة اللاج إذا فيه آي بي آر ما في هالأمور كلياتها خلصة اللي الزيارة تعطيء ثلاثة أربعة اللاينر استخدموا كل واحد أسبوع عشر تيام وتعلى عندي مثلا بعد أربعين يوم بعد شهرين أنت لما مريضك بيجي أقل زيارات وما بيجي إمرجنسي ومدت للزيارة أقل تقدر تستقبل مرضى أكثر للعيادة تقدر ترتاح أكثر تقدر تخفض عدد ساعات دوامك هذا كله تربح لك راحة لك فالتقويم الشفاف أنت إذا بدك تحكيله عنه للمريض طبعا هدول الأمور اللي معتمدة على الدراسات والأمور بتقدروا عليها تقدروا عليها المنطقية صحة اللثة طبيعية ما في بريسز ما في ويرز تنظيف أسهل بس مو أنه والله التقويم هيلثي أكثر التقويم العادي كمان هيلثي مصنوع المواد كلها يتا approved FDA approved ومقبولة من كل منظمات طب الأسناء فصحة اللثة أفضل فعالية فعالية هلأ برجيكم الدراسات تآكل الجذور ما أنه أقل بس أنت الآن بتقدر تعمل شيء اسمه slow movement throat رات مثلا أن جاك مريض عامل تقويم من قبل هذا التقويم عمل له امتصاص جذور بس لكن بدرجة أقل من أنه أنت ما تعمل له تقويم فيك تعمل له تقويم بس تحط أنت بالtreatment setup أنه slow movement rate ممكن هذه الأمور نشوف إن شاء الله بمحاضرات قادمة أو اللي أخذ الكورس ممكن يشوف البلاتفورم موجودة عد مدة العلاج بعض شايفين مثلا وقت المراجعات أقل ومدة العلاج ببعض الحالات أقل صحة مين الأسنان لأن ما في شي مركب على الأسنان بتجمد أصغر من التقويم العادي وتفريش الأسنان أسهل وبتقدر تستخدم الفلوس بشكل أسهل يعني التنظيف ما هياخد معك وقت أكثر من التقويم العادي وطبعا أكيد هالأمور كالتا بتعطيك راحة للمريض هلأ من ضمن الأمور اللي أنت بتقدر تقنع فيها المريض هي أنك تحكي عن الرنج الواسع اللي بيغطي التقويم الشفاف ففي كتير دراسات حديثة حكيت عن الموضوع أنا اتفاجأت بصراحة بحجم الدراسات أنا لأني مؤخرا تقريبا أصلي شي سنة عم أبحث بالتقويم الشفاف بشكل مظبوط لحتى أبلش فيه بقوة بعياتي فصلي شي سنة عم أدخل علميا أحكي بالموضوع وجبت الكتب اللي موجودة وقاريت أغلب المقالات اللي موجودة فاتفاجأت بالحجم اللي معمول بصراحة وبالنتائج الرائعة ففي شغلة بس لازم تعرفها أنك لما تتحمس وتعمل حالة علاج صعبة ما تعتمد فقط على خطة الشركة خود رأيك خود رأيي خصائي ثاني ممكن تطلب استشارة من الشركة نفسها في عندكم هلأ من بعض موجودة هلأ الحالات رح أحكي لكم بشكل مختصر عن حالات اللي منعالجها بالتقويم الشفاف هي تقريبا أغلب حالات تقويم الأسنان حالات رائعة جدا مع التقويم الشفاف تعفو أنتم بال نحتاج بايت رامب أو بايت بلوك مشانا نقدر نطلع السن من العضة المعكوسة بالتقويم الشفاف ما منحتاجها أصلا الأسنان مفصولة بشكل تلقائي خاصة لما بتكون خفيفة من الآثار الجانبية للتقويم الشفاف أنه بيعمل على سبب عضة المريض فبيعملنا وبيسكرها أسرع هاي بالنسبة للحالات البسيطة الحالات المعقدة من الأوبين بايت هلا بتشوفوا في دراسة عن الموضوع ممكن نستخدم لها المطات وممكن نستخدم مني سكرو وبتعطينا حلول حلوة اللي لحد ما لحد الآن بعد إضافة الأتاجمنت صار إغلاق بالتقويم الشفاف أفضل بكتير من قبل خاصة اللي مجرب الأجيال القديمة من التقويم الشفاف كان إغلاق بالتقويم الشفاف كان موضوع كتير مزعج كانت الأسناد يتمين وما تتسكر فراغات مضبوط لكن هلأ مع الاتاجمنت صارت تتسكر لكن اشتغل على مهلك ما تستعجل الكراودينج الشهات لي مجروحة مع التقويم الشفاف بالكراودينج هلأ بتشوفوا الحالات الكروس بايت البوستيريور أريت كتير مقالات عن الموضوع حتى أريت في كتاب لأبو مثل ما بيقولوا البيوميكانيكس تبع تقويم الأسناد اللي هو ناندا حاكي كتير عن كروس بايت مع التقويم الشفاف ونتائجه خلاص صارت تقريبا مثل التقويم العادي الحال تقدر تعالجها بالتقويم العادي مع توسيع بسيط تقدر تعالجها بالتقويم الشفاف وهلأ صار فينا نحط موسعة مع التقويم الشفاف حتى ممكن نستخدم الماربي مع التقويم الشفاف تقدم الأسنان السفلية مع اللي بتكون فراغات مع تقدم الأسنان السفلية بسبب دفع الليسان بصراحة أنا عن تجربتي عملت أكثر من حال كتير كان فعال لأني أنا الأسنان عم غطيهم ورجعهم التقويم الشفاف ما نعلي أثر اللسان على الأسنان وعم يرجعهم فبصراحة أعطاني نتيجة كتير حلوة وكانت العلاج سريع الديب بايت حاليا صدرنا نحط بايت رامب الداخل فعم نقدر نعالجها بنعمل نفس الوقت وحالات الكلستو هلأ أشوفوا المقالات هون المقالة شافت أنه التقويم الشفاف عطانا كنترول أشوف أنتوا نحن نستخدم تقويم كلاستو إلاستيك طبعا أنا ما عندي مشكلة بدي لكم شغلة إنه نزيد شوي مدة المحاضرة المحاضرة غنية فما تتدايقوا مني إذا أخذت وقت أكثر من ساعة عشان كمان جاوبكم على الأسئلكم لأنه لسا بصراحة فيه أمور حلوة فالكلاستو نحن نستخدم كلاستو إلاستيك عند المرضى اللي عندهم تقويم عادي في عنا مشكلة بالكنترول اللي هي مثلا ما يلان أسنان السفلية عندنا مشكلة بالكنترول حتى لو حطنا أسلاك أو أسلاك أو هيك أحيانا نصي في عندنا مشكلة بالكنترول فشوفوا حاطينهم بالمقالة بهاي المقالة بالذات هي مقالة 2021 A better control in the inclination of the lower incisor Better يعني هاي الجزئية كانت أفضل من التقويم العادي أفضل تخيروا أفضل وبالتالي طبعا لسه المحقالات كلها حاليا هتتكونوا بالصورة عم تحكي عن الملد والموديريت cases بالنسبة للتقويم الشفاف لأن لسه موضوع المنسكو Clear Aligner إنه complicated case ما كتير لكاتر عم تشتغلوا فيه فلسه من الصعب إنه نحن نعمل عليهم research لازم يكون فيه عنا حالات كتيرة فشايفين هم مثلا طلع معهم إنه هو أفضل طبعا هذا بال2021 يعني بعد التطور اللي بعد الثورة اللي صارت بتقويم الأسنان وهم في عنا نحن Open Bight Enter your Open Bight Using non-extraction Clear Aligner Therapy in adult patient يعني non-growing patient كبير فبكل بساطة نحن قدرنا نعالجه Can be effective in controlling the vertical dimension and correcting mild to moderate anterior open bites تمام هنا دخلنا بالmoderate كمان لتلكم المل بشكل تلقائب يتعالج موضوع بسيط والmoderate ممكن نستخدم مع vertical elastics مع التقويم الشفاف وحتى هون عنا The treatment mechanism for class 3 patients significantly different from that for class 1 and class 2 طبعا يدي راسة شاملة كتير حالات بس عالجوهم كلهم تمام؟ عالجوهم كلهم شايفين عم يكون فيه عنا extrusion عم يكون في عنا نقص بالMPA اللي هي الزاوية تبعية الفك السفلي مع وعنا في عنا كمان extrusion مع المعالجة التموهية كلها ياتو عينت أشوفه أنا بغض النظر عم تسمعوا مصطلحات كتير خاصة لأطباء الأسنان هاي المصطلحات نحن بنستخدمها مع التقويم العادي فتقريبا عم عم أفهم من المقالات أنه صار فينا نبدل نحن التقويم العادي مع التقويم الشفاف هذا بالمختصر فأكيد طبعا أنت لازم يكون فيه عندك حالات مشابهة مريض كتير مرضى بسأل دكتور معالج شيء مثل الحالتي حتى لو ما لك معالج فيه في شيء اسمه عندهم Case Gallery تقريبا فيه أغلب الحالات اللي ممكن تتعالج بالتقويم الشفاف صار فيه كتير حالات عندهم ممكن إذا أنت ما عندك حالات وارجي أنه هاي الحالة من الشركة اللي أنا بديها عالج فيها وهي أطباء معالجينة مو الشركة مجايبين حيا الله ناس لأن كل حالة مكتوب اسم الدكتور وممكن حتى تدخل على profile الدكتور وتورجيها للمريض اللي وعيد الدكتور معروف خصائي تقويم وعنده مثلا جوائز معين ومعالج هاي الحالة بهذا التقويم اللي أنا راح عالجك يعني فحالة التقويم ممكن طبعا أنك تعرض حالات هاي حالة من حالاتي شايفين كيف before and after هاي الحالة كتير أنا بحبة لأني بصراحة ثلاثة شهر ومص بالضبط خلصة الحالة هاي الحالة كمان كتير بحبة لأني يعني طابق مخيف كان بين التوقع والنتيجة هاي قبل وهاي بعد نفس الشي تماما هاي كمان نفس الشي هون عنا تطابق كتير قوي بين قبل وبعد تحسوا كأني نفس المريض نفس الحالة كأني هون ما عملت حتى بصراحة ما عملت حتى أنا بالنهاية كنت كتير متبع كل الخطوات الIPR كان دقي فحصت على نتيجة وماثلة تماما هون بصراحة هاي حطيتها لأني أنا قبل كنت خاف عالج أي حالة فيها لكن بصراحة هاي الحالة خلال سنة خلصت مع التقويم الشفاف ففيه ثقة شايفين صار فيه توسيع وتصحيح بدون قلع فصار فيه ثقة هاي البريد ما كان معطلد على فكرة التقويم كله على بعضه بوقت زوجته وقالت له أنه تعال فيه دكتور ممكن يعالجك بدون ما يركب لك شي على أسنانك حتى اقتنع أنه هو يركب وعالجنا هاي الحالة الحمد لله وكانت الأمور ممتازة هاي الحالة كمان من الحالات اللي بحبها لأني كمان من قبل كانوا أصلا يعني حتى شركات التقويم الشفاف قلت لكم لما كانوا فيه عندكم 90 ديجري روتيتد ومالو مكان لا تعالجوها بالتقويم الشفاف بينما بالإمكانيات الحالية يشوفوا هذا الكيناين قبل وهذا بعد IPR بسيط هون not more than 0.4 بصراحة أبدا كان كتير موضوع بسيط وبدون extraction وحتى لاحظوا ما صار فيه proclination للأسنان شوي التوسيع على منطقة ال-primolar وتعالج فشايفين الطريقة اللي أحكي فيها أنا بهاي الطريقة بلغة شوي مبسطة تحكوها مع المريض خاصة إذا كانت حالتهم مشابهة تحكو بيه نفس الطريقة مع المريض هلأ شو هي شركة التقويم الشفاف اللي لازم تتعاملوا معه تمام الفكرة إنه المريض يعني حاليا ممكن أوكي يقول لكم إحنا في شركة معينة بدنا تشتغلوا معها بس المريض جايل عن دكتور تذكر أن أنت الطبيب لا تتخبى دائما لا تتخبى وراء موادك لا تتخبى وراء شركاتك لا تخلي الشركة هي اللي تحكي عنك أنت طبيب تذكر كم سنة درست كم كتاب أريت كم صفحة هركت فيها ودرستها كم مصطلح طبي كم اختبار عملته معقول أنت كل هالجهد هاي كل ياته بالأخير تروح على عياتك تحط استاند لشركة معينة وتوقف وراء وتخلي هو لي يحكي عنك لا أنت الطبيب فشو ما كانت شركة التقويم الشفاف شركة قوة إيون ألاينر مثلا هي أنه هي عندهم القدرة أنه يكونوا واثقين بنفسهم إذا أنت عملت خطة علاج مني أنه هن نقدمو لك سيرفيس ممتاز بكل النواح من ناحية من ناحية الجدد المواد من ناحية اللوجيستيكس وهالأمور هاي من ناحية من ناحية الاستشارات المثلا عم نقدمو هلأ كمحاضرة ما العلاقة بالعلاج بحد ذاته وعلاقة كيف تنجح البزنس تبعك بعياتك عم تقدم كل التوز من هون أنت تقدر تتفق فيهم تقدر أنت تحكي عنهم بثقة بس هون بدك تعمل شيء بعياتك الخاصة أنت بدك تعمل تسويق شخصي أنت كأسمك كطبيب الريبوتشن السمعة تمام قلت لكم أنا عملت محاضرات هالأمور هاي كلها حكيتها بالإنستجرام الطباء ما بدي أرجع عيدة موجودة بالأكاديمية قلت لكم رح شارك لكم الروابط هاي إن شاء الله على السوشال ميديا عندي هلأ بعد التسويق الشخصي بيقتنع المريض بنوع التقييم الشفاف اللي أنت بتأدمه مو اللي سمع فيه حتى لو كان سامع بشركة معينة ومقتنع فيها بنعمه نفسه هدا بس مو هداك اللي يعمل فاشل بنعمه الثاني اللي عمل بالشركة المزبوطة نجحيت فبديه مثله دكتور بدي مثله بس أنت لما بتكون وافق من نفسك وعارف حالك شو عم تشتغل ما بيهم شو هي شركة التقييم اللي عم تتعامل معك المهم أنك عم تتعامل مع شركة ممتازة عند كل الشروط اللي أنت حطة بينك وبين نفسك تقدر تقدمها للمريض ما رح يسألك شو البراند أصلا اللي أنت اخترته طبعا أنت لازم تقوله بس هو ما حيتفرق معه بمعنى آخر طبعا هاي مثلا المنصة اللي نحنا نعرض عليها للمريض هاي هي هاي نحنا ممكن أن نخلي المريض يشوفه بالعيادة أو نحنا ممكن نبعث له رابط لازم نحنا لما نوصل لمرحلة اللي خلصنا من إقناع المريض أخذ اللقياسات بلشنا بالعلاج هلأ بجلسة التشخيص اللي هي يوم اللقياسات أنا بشرح له للمريض الخطوات لكن هيكون فيه مثل ما بيقولوا معلومات كتير كبيرة فلازمنا هي جلسة تانية ممكن تكون يوم التركيب قبل بنص ساعة التركيب نقعد نشرح له مثلا أنا والله يا صديقي هدول هنا ال-IPR هاستخدم لك ياهن هاي ال-attachment رح أطل لك ياه على أسنانك رح يكون فيه برد بين أسنانك بين 0.1 ل-up to 0.4 حسب أغلب ال-association dental association والمنظمات طب الأسنان والدراسات إنه هي نسبة مقبولة إنه نحن ناخد الميناء وهي الطريقة كله حيكون مدروس وكله حيكون بأدوات مخصصة لهذا الموضوع بدون ما يصير فيه أي ضرر لأسنانك هلأ بالنسبة لخطة العلاج فيه طريقتين أنت ممكن تعملهم أنا بصراحة التنتين بيتبعهم إذا كانت الحالة كتير complicated وبدأ شرحة كتير بحجوز موعد للمريض خصوصي أبل ما عمل approval لخطة العلاج وبشرح له إياها بقل له نحن حنعمل هيك ومثل ما شفتوا هذا السلايد بشرح له إياها بالعيادة كيف حتكون أسنانك قبل حنبرد من هون 0.2 0.3 بالخطة الفلانية حنحط لك attachment وهالأمور هاي كلاياتها أو ممكن مثلا ابعت له لينك صار فيه شيء اسمه shared link بتوقع ما باب إذا موجود هون مو موجود حتشوفوا أنتو لما بتيجي الـ setup بيكون في شيء اسمه share ففيكم مثل أنه فيكن تبعتوا لينك للمريض ما بدخل على حسابكم بما عدت له مريض لينك مفتوح مشان يشوف حالته بس تمام بشوف الحالة كيف عم تمشي مثلا إذا ما كان ما له فاضي جالا يدي أو أنت مثلا ما لك فاضي تعطيه موعد وكان موضوع بسيط تبعت له يا بس مشان يتطمن بيقول لك أوكي بتعمل approval هلأ الفكرة أنه كتير مهم من هذا كله بما يتعلق بالـ setup أنه ليش هذا كله بعمله بشرح للمريض أنه لازم مريض يعرف شغلة مهمة عن treatment setup أنه هذا عبارة عن prediction هو AI prediction مو شرط يكون دقيق مية بالمية بس الحلو بشركات التقويم الشفاف بion aligner أنه في شيء اسمه refinement stage كل عندكم في كزا category كل category في إلى refinement معين في unlimited وفي two refinement في one refinement فبتقول له للمريض نحن ممكن نخلص هذا العدد مثلا certain amount of aligners مثلا عندي 10 12 14 aligner بس مو شرط أنت تاخد النتيجة بقول له للمريض بهذه الطريقة شوفوا كيف أنه يا صديقي نحن هنخلص دور الاللينر وبس خلصنا تجي لعندي أنا وياك من شوف الحال أنا بعطيك رأي وانت بتعطيني رأيك إذا أنا وياك اتفقنا أنه الحال صارت تمام وعجبتنا النتيجة من نخلص ومن حط المثبت إذا أنا أو أنت يعني سواء المريض ما عجبه شيء أو أنا مثلا كطبيب شفت شيء المريض مو شايفه خلصت مثلا الـ بس لسه ما له عامل contact 100% مع هنا في عندي ريسك أنا ممكن سي في ريلابس لازم يكون في عندي contact مرتب بقول له للمريض حالتك صارت تمام بس أنا حابب هذا الـ contact يصير أفضل فيفضل نحن نعمل شيء اسمه refinement ترجع بتاخد scan ونعمل لك خمسة أو ستة كحد أقصى إضافيات ممكن نستخدمهم مدة أصيرة بس أسبوع يعني شغلة شهر الزيادة ما هيقلك لا تمام بس هذا الموضوع ما بتفاجئه فيه بعد ما تخلص تقول له يا قبل ما تبلش وحتى بفضل أنه بجلسة العلاء بجلسة الاستشارة تعطيه فكرة عن الموضوع وبجلسة التقيم بترجع تذكره بالموضوع هيك خلص ما ضبطوا أسنانه بنهاية العلاج يعرف أنه الموضوع عادي طبيعي ما في مشكلة لأنه كتير مهم هذا الشيء وخاصة إذا بادي جديد وخاصة للمريض اللي عنده شك بقى التقويم الشفاف هلأ في شغلة حلوة جديدة صارت ب حبينا نحطها أنه صار في شيء اسمه split ممكن تشوف before and after in the same time شايفين كيف هذا كتير حلو مشان المريض حتى يشوف before and after بنفس الوقت يعرف بالضبط أنتوا شو صلحتوه هلأ قلت لكم على موضوع الاستشارة اللي ما بيعرف كيف هم بتقول I need help فبطلع لكم شيء أربع خيارات أنا عندي حالة عملت له set up مثلا تمام واجاني set up بس ما اقتنعت فيه أو عندي أسئلة بحرزولك استشارة مع طبيب ممكن تعمل معه video call أو عن طريق التليفون تسألوا أسئلتك اللي أنت ما كتير تعرف هم بيختاروا أطباء معينين وواصلين لخبرة معينة من غالبا هم الإليت داكتورز اللي عندهم حالات كتيرة بالالاينرز فعندهم خبرة وهن أطباء تقويم فبيقدروا يعطوك النصيحة بحالتك تمام أنا شخصيا الأسبوع الماضي عملت استشارة بحالك حتى عندي خبرة وأنا خصائي تقويم وعامي كتير حالات بس عندي حالة حتشت أنه أسأل فيها داكتور عنده خبرة أكتر مني ما في حدا بيوصل للقمة أي حدا كلما وصلت لقمة بتتفاجأ أنه في قمم أكبر منك بكتير بتقدر تشوف القمم الأعلى منك أنت لما بتشوف بتكون عندك هدف لقمة معينة بتوصلها بس بتوصلها لسبب مشان رب العالمين يورجيك أنه في قمم لسه أعلى وبتلاقي على القمم أنت ممكن القمة اللي أنت لدك توصل عليها ما تلاقي عليها حدا بس تتفاجأ أنه الناس موجودة بقمم أعلى فدائما تذكر هاي المقولة أنه أد ما وصلت لعلم وأد ما وصلت لخبرة في ناس بتعرف أكثر منك صراحة كان دكتورة رائعة جدا تصريت فيني وعطتني كان في عندي أسئلة بسيطة بس كانت بصراحة أنا بقل لها key questions أحيانا detail كتير بسيط تمام كون آكل همه ممكن أكون بعرفه بس آكل همه يا ترى حيزبطه أو لا بتسأل وبتطمن فما تبلش بحالة وانت عندك داوتس عندك شكوك بحالك عندك شكوك بـ treatment plan اللي عندك بلين صدقا رح تندم بنص العلاج إذا ما كنت متأكد تماما أن العلاج بكل بساطة أنا مرة عملت حالة عملت لها set up ثلاث مرات هلكتون فيها لقينوا اللاينر وخدت استشارة فيها وكل هالشي وبالأخير قررت خبرت المريضة قلت لها أنا ما رح اشتغلك ياها اللاينر خلص تهى الموضوع أنا ما عندي فيقى بـ اللاينر قلت لها أنا ما بقدر بعالجك بتحب تكملي عندي بتقويم ثابت بتحب يبعثك عن دكتور تاني ممكن يقدرها عالجك قالت لها دكتور أنا رح تعالج معك عرفتوا كيف ما فيها مشكلة لاني صدقا علقة التقويم علقة بس حطيت حالك بمسؤولية علاج الحالة خلص علقت فكتير انتبه قبل ما تبلش دائما في عندك وقت مشان تتراجع باللحظة اللي بتقدر تتراجع فيه هذا أفضل قرار بتاخده دائما أعرف حدودك وتوقف عندها أوكي هلأ تقريبا آخر موضوع رح أحكي عنه بعرف طولت عليكم شوي هلأ تقريبا صار ساعة شوي ما في مشكلة بالنسبة إلي كان حاجز يعني لفترة طويلة ومكت ما بيقولوا حاجز داخلي يعني ما بعرفش كنت خايف أني أنا الموضوع المادي يطفش للمرضى بما يتعلق بالتقويم الشفاف علما أنه بصراحة فيه كتير ناس تدفع مبالغ كبيرة وأحيانا مبالغ فيها وأحيانا غير منطقية للتقويم الشفاف بسبب أمور معين ما رح أحكي فيها موضوع الأمور المادية بكل بساطة أنت لما تقرر تعمل تقويم الشفاف بالعيادة لازم يكون في عندك لازم يكون في عندك خطة أول شيء لازم تكون تعرف تماما قديش أنت تكاليف التقويم عليك أي أول شغلة الشغلة الثانية لازم تعرفها أنه مثلا أنا إمتى بدي أدفع على شركة التقويم الشفاف طبعا في طريقة معينة تدفعها لشركة التقويم الشفاف إمتى الفوترة بتكون يوم اليوم يوم ولا يوم تعرف إمتى بدك تدفع يعني غالبا مو غالبا الفاتور بتصلك مرة واحدة ما بتصلك بالأقصى فبدك تعرف أنت على الأقل على الأقل هاي نصيحتي لكم كبداية تعرفوا تاخدوا طريقة تاخدوا كلفة التقويم الشفاف من المريض أو التكاليف يعني إنت إذا مثلا عندك كلفة إياسات كلفة عيادة تحسب قديش التكاليف وتاخدها بالبداية خلال أول مثلا شهر أي أول شهر المريض هيجي لعندك مرتين مرة بالإياسات ومثلا بعد ثلاث أسابيع أو أربع أسابيع مشان يركب فعندك شهر خلال هادي الشهر في عندك الزيارتين حاول بهدول الزيارتين تاخد التكاليف ما في مشكلة مو شرط من أول يوم مع التقويم الشفاف أنك تربح لكن صدقني بعدين لما بتصير في عندك حالة وحالتين وثلاثة وبعد سنة مثلا سير في عندك ثلاثين أو أربعين أو خمسين حالة هدول حيجوا على العيادة تمام دفعات المرضى التقويم الشفاف تقريبا ما فيها تكاليف هيكون الكوست طبعك بس اللي هو فاتورة الكهرباء بجرة الممرضة أجار العيادة مثلا تعقيم الأدوات بس ما في شي عم تدفع وانت تحط مثلا تمام فالموضوع هيكون بالأخير مربح بالنسبة لك وخاصة مثل ما أنت لكون أقل عدد المرضى اللي أنت ممكن تستقبلهم أكيد ده كاترت التقويم اللي عم يتابعوني عارفين مريض تقويم جاييك وكاسر براكت وعنده تبديل أسلاك وممكن عنده مثلا تركيب باندز أوكي قديش هياخد منك وقت أو مريض تقويم شفاف بمرحلة الفينيش متعتبر مراحل الصعبة اللي بالتقويم العادي بدنا نعمل بندينج ونغير وبينما التقويم الشفاف بمرحلة الإنهاء ما عنده شي نعمل له مرحبا كيفك وأخبارك في انطباق أمور تمام مريض مرتزم تعطي الصفاحة والله معك خمس دايق خالصين فهذه القصص لك تحسبها كمان أكثر شغلة بتكلفك بالعيادة لا تنسى هذا الموضوع أكثر شغلة بتكلفك بالعيادة هو يعني أنت العدد الدقائق اللي بيقضيها المريض على الكرسي هي أكثر شغلة حاليا بتكلف خاصة مع ارتفاع الإيجارات وارتفاع الفواتير والضرائب وهالأمور على المريض بس وجود المريض بالعيادة وتشغيل العيادة هذا عم يكلف أكثر شي بتفكر خاصة إذا أنت أنت صاحب البزنس راتب الممرضة ماشي راتب الاستقبال ماشي راتب عمل التنظيف ماشي فواتير الضرائب الآجارات ماشي إيجا المريض أو ما إيجا المريض فبدأت تعرف كيف تديره والتقويم الشفاف أداة رائعة جدا لضبط موضوع ومثل ما قلت لكم إذا ما كان فيه عندك مرضى كتير بس هيجيك مرضى أقل دخل مادة أعلى تمام بالتالي ممكن عدد ساعات راحة أكبر ممكن تفكر بأمور أكثر صدقاً الموضوع يعني بدك تفكر فيه بشكل جدي مثل ما قلت لكم بيبليش الربح من الجلسات التالية هلأ موضوع موعيد المريض أنا كيف بدي أعطي المريض موعيد وهذا آخر شي حأحكي عنه أتوقع تمام هذا آخر شي بيقلوا لي يا دكتور عم تقول أنه والله أنت كل شهرين ولا كل شهر هلأ شوفه موضوع فليكسبل يعني أنت كبداية أنا بنصحك كبداية ما تجيب المريض كل شهرين لا أجيبه كل شهر لأن أنت بدك أكي ما تعرف شو عم يصير معك أنت باد جديد بالتقويم الشفاف أول عشر حالات أو أول خليقون عشرين حالة من التقويم الشفاف يعني أول سنة خلي مريضك يجي كل شهر أولا أنت بتشوف شو عم يصير ثانيا إذا there is any problem أنت خلاص عم تعمل أول بأول تمام ممكن مريض مثلا يجيك بعد شهر فيه بسيط جير بسيط بين السنين ما عم يخليهم يتحركوا هيك بشكل كتير بتصير بصراحة مع التقويم الشفاف نظف له إياها مريض عنده أسئلة مريض ما له عارف أنت لسه جديد مع التقويم الشفاف شو بيصير مع الجداد الأتاتشمنت ما بتلزق معكم مني أنا عام لكم بتصير كتير لسه جديد عن الموضوع صار فيه شوي تلوث باللعاب ما تركبت معك حطيت مثلا فازلين زيادة أو ما حطيت أو مثلا ما تركبت معك حطيت شو اسمه إجا لعندك المرد هو عم يحط يركب طارة أتاتشمنت إجاك بعد شهر ركبت له إياها ما في مشكلة طبعا كيف من ركب الأتاتشمنت هي معلومة على السريع بتركبها بالألينر الأخير اللي عنده قبل ما تحط الألينر اللي بعد آخر ألينر بتحط فيه الألينر بتركبها وبعدين بتكمل عادي ما في مشكلة في الموضوع فشايفين ممكن تصير معنا شوية مشاكل وبنفس الوقت أنت عم تتابعه كل شهر عم تشوفه بعينك بتصير تثق بالتقويم الشفاف أكثر بعدين مع الوقت حسب الحالة وحسب باتفاق المادي هلأ في مرضى بيقول لك أنا حابب ادفع لك كل شهر فعادي أنت تجيبه كل شهر وكل شهر عطيه مثلا اتنين أو ثلاثة أو أربعة ألينر وبيدفع كل شهر دفع في مرضى ما عندهم مشكلة هنين بيجوا كل شهرين وبيدفعوا دفع أكبر لازم تكون بالصورة أنت عندك مدة العلاج بتقول له أنا عندي سبع شهور كذا ألينر بتكون الدفع فأنت بتزبط الموضوع بينك بين المريض حسب الفلوس لأن الموضوع المادي كمان إحنا ما نفاتحين العيادات فور فري وما درسنا مشان بالأخير يصير علينا ديون تمام إحنا عم نقدم شوف أنت لما بتوصل لمرحلة اتفق بحالك أنك عم تقدم خدمة للمريض تاخد منه فلوس وأنت دومي لك مرتاح فعادي فيك تاخد يعني ما نفاتحين فري ما له شي سيء أنه أنت كطبيب تاخد فلوس من المرضى وتاخد فلوس بنيحة كمان خاصة إذا عم تقدم خدمات ممتازة خد فلوس وتكون منطقية بأسعار بنيحة بأسعار مقبولة توفي معك تعيش عيشة كريمة تغطي تكاليف عياتك تقدر تطور عياتك مش هتقدم خدمات أكثر تقدر تصرف على حالك تعمل كورسات وتصير فاهم أكثر اشتغل بهذه الطريقة التفكير فعادي أنك تاخد من المريض أسعار منيحة ما في أي مشكلة في ناس بتاخد أسعار مبالغ فيها وما بتقدم خدمة قارن حالك فيهم تخد نفس أسعارهم بس أدم خدمة أفضل بأضعاف مضاعف من خدماتهم ما في أي مشكلة المريض اللي بده خدمة منيحة صدقني آخر شي بسأله بسأله عنه هو الدفاع في مرضى عندهم هاي العقلية صايرة هلأ من كتر ما عم يصير في لعب بالموضوع من بعض هن قلة قليلة صار عندهم فوبيا أنه هن ما بيتناقشوا معك بالسعر مشان ما تخفف لهم هي جودة الخدمة تخيلوا يعني علماً أنه 99% أطباء مالون هيك بس للأسف أحياناً 1% ممكن يسيئوا للجميع فخود ما تاكلها تمام؟ موضوع المادي فكر فيه بشكل واضح وعمل خطة هذا يضل بزنس طب الأسنان حلاوته هاي خاتمة أنه مقلق مؤلف أنت بتحط حالك بمكان أنت قسمين هلأ شوفوا اختصاصات الطبية التانية مو هيك بس أنت كطبيب أسنان أغلبنا بيكون عم يشتغل موضوعين عم يشتغل بزنس وعم يشتغل طب أسنان تمام؟ هذا بالنسبة لأني بزنس طب أسنان وماركتين أنا ما بعتمد على حدا بالماركتين بعمل ماركتين لحالي فأنت كطبيب أسنان مجبر أنك تكون متعدد الاختصاصات فما في أي مشكلة نهائياً أنك تفكر بالموضوع بشكل تجاري بس لكن دائماً لا تنسى أنه نحن في عنا ايثيكس في عنا أخلاق لمهنتنا لازم دائماً نحن تكون الأمور المادية موجودة بنفس السطر مع الأخلاق بحيث أن نحن نعامل المرضى بهذه الطريقة أنا خلصت المحاضرة تمام؟ بتمنى أن تكون فادتكن وهلأ على الـ QA session ما بعرف إذا حدا حيفوت يقرأ الأسئلة ولا أنا أقراها لا دكتور أنا بأرى لك ياهم تمام تمام فأول إشي أنا كمان لح أحط الـ Survey Link لكل حدا بالشات بحيث دائماً نسمع كمان أرأكم ويرو فيدباك عن الـ Events اللي نعملهم فهلأ لح أحط كمان الـ Survey Link بس أول سؤال دكتور بحكورك يعطيك العافية عن التقويم الشفاف ناندا اسم كتاب ممكن مش واضح السؤال وهل ناندا هو لحظة عن فترة فيه خطة يمكن موجود هون وغير صراحة التقويم الشفاف ناندا نزل كتاب ما صلوه تقويم سنة اللي هو هذا ما بعرف بايني لحظة خين افتح كاميرتي مشان تمام لحظة أنا لازم شيل الـ Effect طبعاً طبعاً بام اسمه Biomechanics Aligners Treatment تمام Principle of Biomechanics of Aligners Treatment لناندا ما بعرف ناندا ناندا هلا بتوقع أغلبكم بيعرفوا كأخصائي تقويم تمام تمام مثل ما قالت لكم مش كأن ما في عندي مكان اكتب عليه فخليني اكتب لكم يا هيك لحظة أنا هلا بكتبه اذا حابب تكتب تمام ناندا هو اسمه ناندا وهذا هو Principles of Biomechanics Aligners Treatment لا صديقنا ناندا هو نفسه اللي عامل Biomechanics هذا المشكة عميروه بالفلتر عامل Biomechanics شو اسمه للتقويم العادي تمام معروفه على كل الأحوال وانا خلاص هلا كمان بس خلصت المحاضرة توقع أغلبكم متابعيني على الانستجرام بنشره عندي الستوري تمام وفي سؤال ثاني هل الاتاتشمنت على سيرة المواد أفضل ما تستخدمها في الاتاتشمنت تتكرر كسر يعني شكرا عم بيستفسروا عن أحسن حال تمام أنا بصراحة أنا شخصيا صرلي من وقت ما بلشت الالاينر بيستخدم 3M Flowable Composites ما في عندي فيها أي مشاكل نهائيا بالموضوع 3M Flowable Composites أنا أريد دراسي عن المقارنة بين Flowable والPakeable اللي هو الكمبوزيت العادي ما يتعلق بالمثبت الثابت بتوقع ممكن نعمل له أسقاط على التقويم الشفاف فما في فرق أبدا بين التقويم بين الكمبوزيت الفلوابل والكمبوزيت العادي تبع الحشوات بما يتعلق بإلصاق التقويم الثابت فأتوقع نفس الشي نطبيق على التقويم الشفاف وأتوقع من الصعب جدا أننا نستخدم حشوات كومبوزيت حشوات مش هل نعمل الاتتاجمنت لا أعتقادنا فقط أنه هي أفضل لا استخدموا كومبوزيت بس جيبوا يعني جيبوا كومبوزيت يكون من شركة محترمة ما تجيبوا الشركات الصينية تمام في كومبوزيت تعرفوا الصينية بيكون أرخص هذا شو بيصير فيه ما أنه بيفك هذا مع الوقت مريض عم يفك ويحط بينحط بيروح بيختفي بينما بصراحة لـ 3M عم تضل التاجمنت بنفس الشكل لنهاية العلاج ما عم أبطر حتى أعمل له أدجسمنت أو أعمل له ريفايمينت بعدين تمام دكتور في عندنا كمان سؤال عن What's a good book for a beginner in orthodontic clear aligners هلأ بصراحة أنا ككتب للكلير aligners أنا ممكن أبحث في الموضوع بصراحة شفت أكتر من كتاب بس ما في شي بصراحة لكتاب معروفين عرفتوا كيف بهي الحالة أنا يعني كطبيب أسنان بدك تبدأ تقرأ عن التقويم الشفف أنا بنصحك أول شي أنك ممكن تاخد مثلا course أو courseين تمام تاخد الأساسيات من حدا كمحاضرات ما تقرأ لحالك لما بتاخد كورسات أنت بصير في عندك أسئلة هاي الأسئلة بتقدر تجاوب عليها بإما أنك تبحث عنها بكتب أو تبحث عنها بمقالات تمام أنا هذا أفضل هاي طريقة أفضل هلأ مثل أنا مثلا إنت وصلت لموضوع أني أنا أقرب البيو ميكانيكس تبعيد التقييم الشفاف معما تقريبا جاوبت على أغلب الأسئلة بما تعلق بالتريتمين ترينج اللي أصار بدي أفهم بالضبط التقييم الشفاف كيف بيحرك الأسنان شو هي البيو ميكانيكس تبعيده فهي كانت عبارة عن questions دارت ببالي فبحث لقيت الكتاب هاي عرفتوا كيف فما بنصحكم تبدأوا بدراسة التقييم الشفاف بكتب خدوا أول شي courses بعدها ممكن كتب وأنا إن شاء الله إذا وصلت لكتاب بيعطي أساسيات التقييم الشفاف ويكون فعلا موثوق ممكن إن شاء الله شارككم إيها بالأيام القادمة تمام دكتور السؤال اللي بعده أول شي بشكروك على المحاضرة وعم تسأل السؤالي عن الأطفال والتقييم الشفاف بالأخص 12 أو 13 سنة من طمل عندهم الدائم هل يتعاملوا لم يكتمل عندهم الدائم هل يتعاملوا كما البالغين لا طبعا أكيد هلا هون بدي يكون في عندك خطة أنت مثلا growing patient هاتوقع أيهم اللي نر عم يشتغلوا على هذا الموضوع أنه يكون في عندهم شي لتينيجرز بس أنت ممكن تعمل هذا الموضوع بالتقييم الشفاف بس كيف حتكون حتكون الخطة على مراحل تعرفوا أنت مثلا هلا 12 أو 13 سنة في عندنا احتمالين إما أنه تكون لسا الكيناين ما طلعت أو ما طلعت بهذه الحال أنت ممكن مثلا أنا عندي حالة أو بدي أفتح للكيناين فأنت ممكن تبدأ بس ما تعمل تريتمينت سيت أب كامل تعملها على مراحل ممكن تعملها باتفاقك مع أو ممكن في شيء اسمه أنا شو بعمل في عندي حالة لك عم أشتغلها بعمل مثلا تريتمينت سيت أب لأول نص من المعالج وبعمل ما بخليهون يبعتوني باقي الألينر في نص العلاج برجع بأخذ سكان مرة تانية وبرجع بعمل تريتمينت سيت أب جديدة تمام فبهذه الطريقة ممكن نعملها وممكن أنا طبعا كمان بنفس لوأتزة مثلا في عندي هاي كيناين أو امباكتد كيناين أعطي خبر للمريض أنه إحنا معالجتك هتكون هايبر تريتمينت وهذا الشي صار متوفر أني أنا أعمله بريسز وآلينر مرحلة معينة نوقف الألينر نحط بريسز نزل الناب مثلا إذا كان كتير هاي أو كان بمكان صعب أنا أعمله بالآلينر أو صعب ممكن أن أعمله بالآلينر سيتطلب هاي كوبراتف من المريض فممكن أعملها عرفتوا كيف تعمل استراتيجية ممكن تعملها هايبرد أو بهذه الطريقة بس تتعالج أكيد ما في أي مشكل في الموضوع تمام دكتور Is there any continuing education program and consultation for EON providers أعرف إذا بتحب أنت تجاوب دكتور أبتحبني بصراحة هو في يعني بصراحة هلأ الفكرة أنه هدولة المحاضرات My agreement with the company هي بداية بصراحة الموضوع هيكون فيه يعني فيه عنا خطة نحنا نعمل أمور كتير advanced بصراحة أنا والشركة حتى مو بس معي أنا مع كتير محاضرين يعني بصراحة فيه أطباء معاهم أنا حضرت لهم كمحاضرة رائعين جدا يعني فأكيد الموضوع موجود يعني واردي فيه أصلا عندكم أتوقع أنا شفي كذا advanced lectures يعني محاضرات ما بيقولوا دسمي جدا يعني حتى أخصائي التقويم فبس لكن ك education program يكون مثلا modules صراحة أحد الخطط اللي أنا اللي أنا عم فكر فيها إن شاء الله حتكون مع الشركة إن شاء الله قريبا يعني فأكيد ليش يعني إن شاء الله يعني بحيث نهيد خل الطبيب الأسنان من الأول ويخلص بحيث نهيد نهيد يعالج advanced cases أكيد مية بالمية وبس عشان أعقب على كلام دكتور محمد كمان إحنا عملنا هلأ full playlist للمحاضرات عن دكتور محمد صادقلي على Aeon Academy وعلى YouTube بس كمان على YouTube في عنا content معمول من الclinical team اللي عنا يعني كمان بحكي عن fundamentals of aligner therapy بحكي عن biomechanics وإلى ما ذلك بس طبعا يعني ما يشي على some of the modules اللي عملها دكتور محمد كمان موجودين على Aeon Academy on top of كمان modules معمولة من الclinical team اللي عنا كمان تمام دكتور اللي بعده شكرا للمحاضرة جميلة عندي سؤال بخصوص posterior open بعد نهاية الحالة كيفية تفاديها وعلاجها إذا وجدت ما بصراحة هلأ شوفوا posterior open bite بكتير حالات لازم أنا برأيي هاي ممكن شغل قلت لكم يعني التريتمينت الـ AI ما بيقول adverse effect أو الآثار الجانبية للعلاج التقويم بالتقويم الشفاف posterior open bite هو شائع حدوثه فممكن حتى المريض لازم يكون يعرف فيه هلأ بصراحة أنا صدفتني حالات حسب خبرتي فيهم طبعا أنا بلعب على موضوع المثبت إذا مثلا ما كان في عندي مشاكل بالـ posterior teeth وما حركتهم كتير أنا ممكن مثلا ثبت الحالة بـ وخلال ثلاثة أربعة شهور الحالة بتسكر الحالة تعفوا أنتو لأني بعد التقويم الشفاف بدنا نعمل تثبيت فممكن نعمل مثلا ريموفابل اللي هنه نكلير ريتينرز منخلي المريض مثلا يستخدمهم ثلاثة شهور 24 ساعة مع بعضهم بعدين ممكن مثلا غلاء بالحالات أنا بيستغني عن الفك السفلي حسب إذا كان الإطباق تمام والتريتمينت انتهت بشكل حلو اللower fix ريتينر كافي لتثبيت ما في دعي نحط ريموفابل فبستغني عن ريموفابل وبخلي المريض مثلا يحط المثبت العلوي الشفاف بس وقت النوم وبعدين ممكن أعمله يا يوم اي يوم لا بنهاية السنة الأولى بتسكر ال posterior cross open by هلا في حالات بتكون كتيرة بتكون كبيرة مزعجة بكل بساطة أنا اللي بيعمل بصراحة هذا بيحتاج نحكي في الموضوع عن محاضرة كاملة بس ممكن نحنا مثلا نستخدم vertical elastics عرفتوا كيف وإذا كان ببعض الحالات موجودة أصلا وما تعالجت ممكن تعمل refinement refinement مع vertical elastics يعني فيه كذا خيار بصراحة بس الأكثر شيوعا هو موضوع التثبيت أنه نحنا نستغني عن المثبتات المتحركة ونعتمد على المثبتات الثابتة وبصراحة إذا أنت مشتغل الحالة perfect وكانت الأمور كلها تمام الأسنان لحالة بتسكر ما في أي مشكلة في الموضوع تمام دكتور السؤال اللي بعده هل يمكن الاكتفاء بالمثبت الشفاف فقط بعد نهاية العلاج وكم مدة تستخدامه هل وقت النوفرة أو طول اليوم مدة شهرين على الأقل تمام هلأ شوفوا التثبيت دائما حسب الحالة كل حالة في إلها بروتوكول تثبيت معين بشكل عام بشكل عام المثبت المتحرك لا غين عنه لازم نستخدمه لكل المرضى بشكل عام بيكون مدة استخدام المثبت تساوي مدة التقوين بس أنا بصراح بحب مدة شوي يعني أنا مثلا إذا الحالة اخدت معي ستة شهور بخلي المريض استخدم المثبت عشر شهور أو سنة بس كيف استخدامه ممكن فورا إذا المريض ملتزم أنا ممكن من أول يوم قل له استخدمه بس وقت النوم تمام إذا حسيته ما له ملتزم أو متدايق أو ما رح يستخدمه بخلي يستخدمه مثلا أول شهرين أو ثلاثة كل الوقت بعدين بجيه وبعد ثلاثة شهور بشوف التزامه بالمثبت إذا كانت الأمور تمام بقل له استخدمه بس وقت النوم إذا شفته لا ما له ملتزم خلاص بقل له استخدمه طول الوقت حيستخدمه هو لحال وقت النوم عرفتوا كيف هاي الفكرة أنا بيهمني بالأخير يستخدمه هو الفكرة من المثبت ما هو يستخدم يوميا سواء كل اليوم أو وقت النوم بس المهم أنه كل يوم ينحط على الأسنان كمثبت ثابت كل الحالات بدون استثناء كل الحالات بدون استثناء حتى لو كان كراودينج على الأسنانية وحدة بالفك السوفي على central path بس حط fix retainer لازم كل الحالات يعني أنا ما لقيت ولا مرجع تمام بتقويم الأسنان بيقل لك لا تحط fix retainer على اللور يعني حتى لدرجة بعض المقالات بعض المراجع لما بيحكوا عن التثبيت بيعتبروا اللور fix retainer شي بديهي يعني من الأمور البديهية وغالباً اللور بيكفي fix retainer وبحط أنا بصراحة removeable مشان إذا مثلاً المريض عندي شق إنه ممكن ينكسر معه المثبت أو شي فبحطه له معه removeable retainer ومثل ما قتلكون المدة تساوي مدة التقويم وممكن تزيدوها 3-4 شهور تمام دكتور السؤال اللي بعده من خبرتك دكتور ما مدى فعالية التقويم الشفاف للعمر الكبير وما هو الحد الأعلى للعمر للنتيجة المثالية العمر بالتقويم الشفاف عامل العمر بالتقويم الشفاف هو نفسه عامل العمر بالتقويم العادي ما فيه أي اختلاف بيناتهم طالما الحالة تتعالج بالتقويم فتتعالج بالتقويم الشفاف تمام؟ هاي أول شغلة العمر ما له علاءة بالعلاج التقويمي اللي له علاءة هو كمية العظم اللي موجود الperiodontal tissue condition إذا كانت عندك المريض healthy ما فيه عنده periodontitis ما فيه عنده movement بالتيث ما فيه عنده مشكلة بالصحة الفموية إذا كان عمره مئة سنة ما فيه أي مشكلة بالعمر تمام؟ ما فيه حد ما فيه لمثل العمر والعلاجات كأنه شو هي الحالات و هلأ قلت لكم أنا ورجيتكم أحد المقالات أنا كل المقالات اللي عم أقراها اللي عم يتنعمل الدراسات على الحالات تمام؟ كل الدراسات اللي عم تنعمل على الحالات عم تطلب معه نتائج مماثلة فإذا أنت عندك الإدوكيشن وعندك اللي سكيلز فيك تعالج الحالات سواء بالتقويم العادي أو التقويم الشفاف بنفس الكفاءة بس شرط أنك تكون بتعرف تعالج تمام؟ تمام دكتور وآخر سؤال لليوم بعرف أخذنا كثير من وقتكم من وقتك أنت كمان دكتور محمد بس يعني موضوع كثير مشوق وفيه كثير كان أسئلة وهذا آخر سؤال لليوم كيف تتحرك المترجمات من المترجمات التي تفعلها بس أجل المترجمات بس أجل حالة في صراحة أنا تقدروا تقولوا أنا بالنسبة إلي كخبرتي بالحالات 75% من حالاتي ما بعمل ريفايمنت تمام؟ 75% من حالاتي ما بعمل ريفايمنت والحالات اللي عم يصر لرفايمنت عم تكون غالبا الروتيشن فممكن أنت بالروتيشن تتوقع أنه ما تتعالج 100% ما تكون البردكشن 100% هلأ الدراسات تمام الدراسات المقالات اللي قريت عن هالموضوع البردكتبل كانت كانت بين 80% وال95% تمام؟ هدول اللي عم أحكي عن دراسات الجديدة هلأ قبل إذا بتقرأ دراسات من عشر سنين بتلاقيها 60% 70% بس تقريبا من 2021 لهلأ الدراسات المعمولة على التقويم الشفاف بشكل عام كانت بين 80% وال90% تقريبا تمام؟ وأنا قلت لكم حسب خبرتي بالحالات لأني أنا مثلا بادي من زمان تقريبا 75% لازم المريض يعرف أنه هاي هي الحالة حتشوفها هيك لازم تكون بالصورة أنه ممكن ما تتعالج 100% ممكن نحتاج وطبعا في كتير أمور بصراحة مشان موضوع في شيء اسمه في شيء اسمه أنك تعالج بطريقة تعطي أو تكم مختلفة عن اللي أنت بدك ياه مشان توصل لنتيجة اللي بدك ياها هذا الموضوع بصراحة مثل ما قلت لكم بيحتاج كتير فالموضوع كتير ضخم شوفنا الدكتور هلأ جد آخر السؤال هلأ جانا سؤال إذا وقعت الاتاتشمنت هل بقدر أثبتها بالالاينور الأخير ولا لازم نرجع للتمبليت الأول قلت لكم هالموضوع بصراحة أثناء المحاضرة بسي ممكن ما انتبهت علي قلت لك أنه أنت لما بيجي لعندك مريض حاطت مثلا نمبر ناين الالاينور وصار الوقت أنه يبدل للمبر ناين فبتستخدم ناينور عشان تحط الاتاتشمنت تمام ما بتقدر ترجع للتمبليت مستحيل كيف هترجع للأول لانت خلص حركة الأسنان فالتمبليت رقم واحد تستخدمه بس بأول الزيارة وفيك بسهولة يعني أنه أنت مرتاح الضمير عشانك تكبه يعني عادي بيجي لعندك بتستخدم الالاينور الحالي تستحط فيه الاتاتشمنت وبتحط اللي بعده وبتكمل شد عادي ما في مشكلة إذا كان السن متحرك أو صار عادي إذا ما كانت الحركة كتير كبيرة وما فيها مشكلة كبيرة وكل الأمور التانية بتكمل عادي وبعدين بتعالج بتصلي حاد السن تاني بالريفايمنت إذا غالك كتير مثلا عندك مثلا علاجك كله على وفيه هو الوحيد اللي فيه مشكلة ومفلوطة منه الاتاتشمنت ورجعان فاتل هو ما بنصحق إنك ترجع تركيب الاتاتشمنت بنصحق إنك ترجع تعمل سكان وتستخدم آخر كمثبت لحتى تصل النيو النيو تمام دكتور إحنا هيكم نكون كان هذا آخر السؤال إلنا اليوم وجد يعني حابة كتير أتشكرك إحنا هي كانت محاضرة أنا شخصيا كنت كمان كتير متشوق أني أشوفها وجد شكرا كتير على وقتك وشكرا كتير للي كمان انضموا معانا اليوم و as usual طبعا السيشن تبع اليوم كانت وإحنا إن شاء الله كل حدا اللي حضر ورجستر للمحاضرة اليوم حينبعت له إيميل بالريكوردين و as usual كمان أكيد محاضرات دكتور محمد صادق اللي بيكونوا أفيلبل على Aeon Academy وعلى اليوتيوب شانل باع Aeon Academy كمان فأقام دكتور يعني نتعلم منها كتير سلام يا رب شكرا كتير لكم شكرا لجميع اللي حضروا كل الأطباء بتمنى أني يذكر لكم واحد واحد بالاسم وإن شاء الله ألتقي بكم بمحاضرات قادمة وأتوقع ممكن قريبا لكم في محاضرة تانية البلانت بيتنا فيها كتير رب صراحة برنامج هلو شوفكم على خير وكل عام بخير رمضان كريم للجميع رمضان كريم شكرا دكتور وشكرا للكل شكرا سلام